أستاذ عصام أنتو ايه أولوياتكو التشريعية؟ بس اسمحيلي في البداية قبل ما نتكلم عن أولويات التشريعية يعني بس عشان حتة المسميات اللي حضرتكو تسألت فيها هو وفقا للمسميات النظرية الأغلبية بتبقى الأغلبية ما عدا الأغلبية وفقا للمسمى النظري ده المعرضة لكن الوضع بقى كسياسات وققراء وكايدولوجيات يعني انت بتعتبر الشعب الجمهوري ايه؟ لا من أحزاب الموالاة من أحزاب الموالاة الوفد نفسه ما بقناش عارفينه بس هو غالبا بيطلق على الوفد وفقا للمسيحة أنه من أحزاب المعارضة التجمع معارضة لا هو إذا لم نكن من السلطة ما هو يعني أي حد مش في الديمقراطية العموما إذا لم تكن من السلطة فأنت معارض لكن هي إحنا ما عندناش فكرة أن البرلمان بيشكل الحكومة وكده لا هي قال ليه لأن إحنا وفقا للدستورة عندنا ساعتك رئيس الوزراء بيسمى من رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بيسمى رئيس الوزراء وبيعرضوا عن المجلس إذا لقى قبول من المجلس خلاص يبقى بيوافق على الحكومة إذا لم يلقى بيسند الأمر إلى أحد الأحزاب اللي لها بقى الأغلبية يعني دي تجي في مرحلة تانية إمتى الأحزاب اللي موجودة حاليا ممكن تشكل الحكومة في حالة رفض المجلس لطرح المسمى اللي جاء من سيد رئيس الجمهورية لابد الخطوة التانية لها إن انتوا تشكلوا الحزب الأغلبية ليصل إليه الحكومة أولوياتكو التشريعية أوليات التشريعية طبعا دي أجندة تشريعية هتوعد الهيئة البرلمانية تحط وتناقش في هذا الأمر طبعا أولياتنا التشريعية كنا سبقوا أن تكلمنا فيها كل ما يهم المواطن كل ما هو يرفع العبء على المواطن كل ما هو في صالح الدولة المصريية دي عنوين رئيسية إحنا بنطاحها قدام عينينا ولكن كترتيب أجندة تشريعية تقاون بعينها هي لسه همتركها للهيئة البرلمانية ما تقعد وتعالين عنها